أهلا بكم مشاهدين مع استمرار فيروس كورونا المستجد وظهرت الدولة جهودها لمواجهة تلك الجائحة ضمن الاستراتيجية التي انتهجتها منذ بداية الأزمة بداية من تجهيز مستشفيات الفرز والعزل والمعامل وإصدار بروتوكول التشخيص والعلاج وتدريب الأطقم الطبية وتفعيل منظومة إلكترونية لرصد الإصابات ومتابعتها وزارة الصحة علنت عن تفعيل نظام إلكتروني مميكا لمئة بالمئة من المستشفيات المخصصة لاستقبال وعلاج مرضى كورونا لمتابعة إمداد والسهلاك الأكسوجين الطبي بجميع المستشفيات فضلا عن توفير مليون ومائة وستين ألف لتر من الأكسوجين الطبي كمخزون استراتيجي الاستراتيجية تضمنت أيضا خطة الحفاظ على النظام الصحي واستمرارية تقديم جميع الخدمات الطبية للمواطنين وذلك من خلال استمرار العمل بجميع المبادرات الرئاسية واستمرار خدمات تطعيم الأطفال الدولية وبشأن لقاحات فيروس كورونا المستجد تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وتضم ممثلين من وزارة العدل والمالية وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد بشأن الاتفاقيات التي يتم توقيعها من الشركات والجهات المصنعة للقاحات وحصلت مصر على دفعة من لقاح سينوفارم الصيني وتم توزيعها على الأطقم الطبية بمستشفيات العزل والفرز والصدر والحميات بعدد من محافظات الجمهورية كما سيتم تطعيم المستشفيات أيا كانت الجهة التابعة لها وذلك بعد بدء توفير اللقاح للأطقم الطبية في 363 مستشفى مخصصا من قبل وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا كما سيتم دخول التطعيم للمواطنين أصحاب الأمراض المزمنة كما تم الاتفاق أيضا للحصول على لقاح أسترازينيكا وتم الحصول على 50 ألف جرعة كما تم التعاقد مع الهيئة الدولية للأمصال واللقاحات للحصول على 40 مليون جرعة لقاح فيروس كورونا فضلا عن نجاح مصر في إبرام اتفاقيات الحصول على 100 مليون جرعة من اللقاحات القوات المسلحة من جانبها وصلت تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم لعدد من المرافق الحيوية الهمة التي تشهدها تجمعات كبيرة من المواطنين فضلا عن توزيع المسكات الطبية المجانية على المواطنين وتوزيع كميات من السلع الغذائية بأسعار مخفضة بعدد من المناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية عبر المنافذ الثابتة وذلك للحد من تكدس المواطنين وتوفير المناخ الصحي الآمن لمجابهة انتشار فيروس كورونا مشاهدين الكرام استعرضنا لكم جهود الدولة في مواجهة جائحة كورونا حيث حرصت على استمرار العمل والإنتاج مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية شكرا لكم على حسن المتابعة